يسعد أهواتكم جميع معكم شهر اسلان واهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو طبعا بهذا الفيديو بناء على طلبكم راح خصصوا لالاربع افعال شو الفرق بين هدول الاربع افعال وايمت بيستخدم كالفعل منهم فاعد ما ابدأ هدا الفيديو بيتمنى من كل الاعجاب فيه والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس هتوصلكم فيديوهات لاديمة وجديدة وملاحظة بسيطة اي شي بتكتبوه تحت الفيديو بيساعد بنشر هدا الفيديو بشكل اكبر طبعا اول شي راح نبلش بالفعل الفعل يعني تذوقه الماضة البسيط هو والماضة التام اللي هو هاد بناخد معه او بنستخدم معه الفعل المساعد هام اذا متل ما ان الفعل له معنايين اول شي يعني لما الواحد دو يتذوق شي اي شي بننجربه ولكن عن طريق التم سواء كان مشروب سواء كان اكل سواء كان دخان اذا اي شي بناخده عن طريق التم طعام شراب دخان والى الاخرين نستخدم معه الفعل على سبيل المثال ايش مشت ديزي شوكولادي بخبيغن يعني انا اريد ان اجرب هذي الشوكولادي بمعناه بدي حطه بتمي وااكله اوكي ايش بخبيغة ديزي ماتتي يعني ان هلا عم يشرب ماتتي وهو عم قول انه انا عم جرب هذا الماتتي عم جربه بما معناه انه انا بدي حطه بتمي وااشربه هوم بيستخدم الفعل بخبيغن المعنى التاني للفعل بخبيغن هو مثلا اتباس في زوخن اوب اسباست على سبيل المثال يعني لما انا بدي جرب شي بحيث انه هذا الشي يزبط على سبيل المثال هلا بقول يعني انا ساجرب فيما اذا كان يعني سيصلح معي الكيك يعني بما معناه انه انا راح جرب اذا بيزبط مع الكيك انا ما عملت كيك ولا مرة ولكن بدي جرب اذا هذا الشي بيصير او بيمشي حالو اوكي الفعل التاني لليوم هو ان بروبيرن ان بروبيرن يعني جرب كمان ولكن جرب اي شي بنلبسه على جسمنا مثل كلايدونج او مثلا حذاء او والاخرية اوكي اذا لجميع الملابس للأحذي اي شي بنلبسه على جسمنا هون بيستخدم الفعل ان بروبيرن الفعل ان بروبيرن بغتغيتو من هو طبعا ترين باغس فيا بفعل ابل الاس بيصير بروبيرت ان والماضر التام الباتت سيبت سيبت هات ان بروبيرت على سبيل المثال هلا انا فتت على محل البسي بيدي انا بيسأل الموظف بقالو داف ايش تيزي ياكي ان بروبيرن يعني هل يسمح لي بان اجرب هذي الجاكيت اوكي اذا مع ايش ملابس او شوه داف ايش تيزي شوه ان بروبيرن يعني هل يسمح لي يعني بلبس هذا الحذاء او بتجريب هذا الحذاء اذا الفعل ان بروبيرن دايما نستخدمه مع الالبسي كنزي بولوفا حذاء والاخرية هلا مننتقل للفعل الثالث واللي هو اوس بروبيرن اوس بروبيرن هو اي شي بدنا نجربه ولكن شي يعني الو علاقة بالتشنك بالتكنولوجيا او الاجهزة الالكترونية على سبيل المثال داس هندي اوكي دي كيشن ماشينة يعني دي واش ماشينة يعني لما انا بدي استخد بدي جرب ولكن بدي جرب شي الكتروني مثل مثلا الغسالي البراد دي كيشن ماشينة يعني انا اجرب هذا الهاتف المحمول دي كيشن ماشينة يعني انا اجرب هذا الكمبيوتر مهم اي شي ايش مشت دي كيشن ماشينة اوس بروبيرن يعني انا اريد تجريب مكينة المطبخ اللي هي العجاني واللي بتخلط والاخرية هاي اسمها كيشن ماشينة اذا اي شي مع التكنولوجيا اللي علاقة بالتكنولوجيا او بالاجهزة الالكترونية نستخدم دايما معو الفعل اوس بروبيرن اللي بغيتغيتم منو بروبيرتي اوس والماضي التام هات اوس بروبيرت هلا بننتقل للفعل الاخير واللي هو الفعل اوف بروبيرن الفعل اوف بروبيرن هو اي شي بنلبسو ولكن فقط على الراس او على الجزيجت اوكي على سبيل المثال متة دي متة احباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب منحطوا على شعرنا. طبعا صار شعره ما نكوش هلا. منحطوا على شعرنا منستخدم هون دايما الفعل أوف بروبيغن. البخير تغيتم منه بروبيغتي أوف. والماضي التام هات أوف بروبيغت. اوكي. اذا كان كل شي بيتعلق بفيديو اليوم. شكرا كتير لألكون على كرم المتابعة والمشاهدة. كان معكم شهر رسلان. لا تنسونا مدعاكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.